في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر كان اليوم العالمي للصيدلة الذي ارتأى فيه طلاب وأكاديميون تحويل مفهوم أن الصيادل فقط لبيع الدواء بل بدروا لجعل طلاب الصيدلة منتجون فقاموا بإنشاء فعالية الصيدلي المنتج بالتزامن مع اليوم العالمي للصيدلة وشملت الفعالية العديد من الفقرات المتنوعة اليوم نحتفل بدفعة الحادي عشرة دفعة طالب الصداني المنتج هذه الكلية تم تطويرها من خلال مراحل كثيرة من التطوير تم تطوير برنامج الصيدلة من خلال جميع مقرارات الصيدلة بحسب معايير المجلس اعتماد الأكاديمي بتعتبر هي معايير يمنية عالمية تحول الصيدل من صيدل تحولت الكلية من كلية تدريسية إلى كلية انتاجية كما شملت أيضا معرضا للمنتجات التي قام الطلاب بصنعها وانتاجها ليتحول الطالب اليمني الصيدلي من دارس إلى منتج للدواء على أمل الاكتفاء الذاتي مستقبلا لليمن وانتاج الدواء اليمني بمواصفات تتناسب حاجة المواطن اليمني نصيحتي كباحث علمي أن مشاكلنا لا تحل إلا عن طريق البحث العلمي ودول العالم تطورت وتقدمت نتيجة أن تحول كل مشاكلها إلى جهات المؤسسات البحث العلمي لتعمل دراسة وتعمل حلول لهذه المشاكل فالبحث العلمي هو الوسيلة الوحيدة لحل جميع مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية نأمل من كل الجامعات أن تحذو هذه الجامعة فبدلا من الطالب يعمل بحث كي يحصل على الدرجة لا بد من أن يعمل بحث تطبيقي بحث عملي يفيد بلده فكما ذكرنا البحث العلمي هو الذي يحل معظم مشاكل البلد البحث العلمي هو الذي يحقق التقدم والازدهار والرخى لأي بلد تفخر اليمن بكوادر مميزة أمثال دفعة الصيدلي المنتج ويتوق اليمن بأن تخرج الجامعات اليمنية مثل هؤلاء وتحذو حذوها لنخرج بطلاب يرتقون بالصناعات المحلية اليمنية إلى أعلى المراتب اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر